كمان بعض لعيب النادي الاهلي اللي كانوا قاعدين على الدكة أو بيعودوا على الدكة شوية أكتر من اللعيبة اللي بتشارك بشكل أساسي وأنا بقول شوية عشان تقيبة كل لعيبة النادي الاهلي بتشارك بس في بعض اللعيبة قاعدوا وتكلموا إنهم عايزين يشاركوا أكتر مش هقولك من ديين أو زعالين بس عايزين يشاركوا أكتر زي مرونة عطية محمد مجدي أفشا أحمد عبدالقادر تكلموا مع الجهاز الفني وقالوا إن احنا عايزين ناخد وقت أكتر الفترة اللي جاية نحاول نقول الصيغة بمعناها الضقيق هم عايزين يلعبوا عشان بس ايه ممكن لقولك إن هم غضبنين ومتنرفزين ومتعصبين والكلام ده مش حقيقي بس هم زعلنين زي أي لاعب بيوضع الدكة ويبقى نفسه يشارك أساسي فبيتكلم مع الجهاز الفني